اشتركوا في القناة جدول اعمال حافل للسادة النواب في جلستهم لهذا الاسبوع نقشت العديد من مشاريع القوانين المقترحة اعيد بعضها للمزيد من الدراسة في لجان المجلس واتخذ المجلس قراراته بشأن عشرة مقترحات برغبة نعيب على كلمة السامية لجلات الملك في موضوع الذكاء الاصطناعي تقدمت بمقترح بالانشاء مدينة للذكاء الاصطناعي اليوم احنا في البحرين لا بد ان يكون عندنا عدة امور او عدة انشطة لجلب الاستثمار في البحرين وهذه المدينة ممكن ان تجلب الاستثمار بشكل كبير ونكون اول منطقة تعمل فيها مدينة للذكاء الاصطناعي اليوم احنا نشوف اهتمام كبير من قبل العالم في هذا المجال ونتمنى ان شاء الله من الحكومة قبول هذا المقترح وان يرى النور باسرع وقت ممكن الذكاء الاصطناعي هو احد فروع علوم الحاسوب ويعني بمحاكاة العقل البشري واستنساخ التجارب الذكية منه وتماشيا مع دعوة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى في افتتاح دور العقاد الثاني فسطة الشرع الرابع في خطابه السامي بيعطاء اولوية لسن التشريعات التفاعل البناء من قبل السادة النواب مع مضمين الخطاب السامي لجلالة الملك المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني يؤكد التزام السلطة التشريعية الى جانب الحكومة الموقرة في تفعيل توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بالنسبة للاقتراحات برقبة التي تم دراستها في اللجان المعنية وقدمت فيه تقاريرها يعني لفت الانتباه حرص المجلس على تفعيل توجيه الملكي في الخطاب السامي بداية الدور بالنسبة للذكاء الاصطناعي فكانت مقترحين مقترح الاول هو انشاء مركز يعنى بالذكاء الاصطناعي والمقترح الاخر انشاء مدينة وهو الاشمل تقريبا انشاء مدينة تعنى بالذكاء الاصطناعي بيّنت للمجلس ان هذا الموضوع دكاء الاصطناعي وتوجيه جلالة الملك في الخطاب السامي ليس بغائب عن الحكومة من خلال مجلس الوزراء ويدرس حاليا في اللجان المعنية وطبعا توجيه جلالة الملك واضحة في هذا المجال وغيره من المجالات ايضا حسب الخطاب السامي او حسب التوجيهات الملكية السامية في اي وقت يصل جلالة الملك فهذا الموضوع ليس بغائب عن المجلس الوزراء تحديدا وحاليا كما قلت ينظر وان شاء الله قريبا نرى ثمار العمل طبعا كله بالتعاون مع السلطة التشريعية من ابرز ما توافق عليه المجلس كذلك الاهتمام في شأن سكن العمال وما يترتب عليه من ملاحظات كانت محل انتقاد ومناقشة مستفيدة تقدمنا اليوم بمقترح بخصوص سكن العزاب بحيث ان هناك شكاوة كثيرة من الاهالي بحيث ان سكن العزاب يكون مع السكن الموجود مع المواطنين وهناك اثار اجتماعية سيئة هناك عدم سلامة في المباني الكثيرة لا اخلاقيات قد تنتشر بين الناس فهذا المقترح قدمنا احنا باقترح برغبة وتمت الموافقة عليه ووضعنا يعني نرجو من الحكومة ان تضع حلول جذرية لهذه المسألة باقامة مثلا تفتيش لهذه البساكن باخذ كل الاحتياطات اللازمة بحيث ما تنتشر العادات الغير اخلاقية وعاداتنا تقاليدنا قيمنا لا بلح نحافظ عليها وللأسف سكن العزاب بذا كان بين المدن وبين القرى وبين الاهالي يسبب بشكل كثير الاخلاقية مما سبب انهيارات مما سبب انهيارات المباني والحريق فنرجو من الحكومة الحقيقة انها تتخذ اجراءات يعني موفقة في هذا الجانب الجلسة ناقشت جدول اعمالها الزاخر اضافة الى خمسة مقترحات مستعجلة في بند ما يستجد من اعمال برئاسة النائب علي احمد الزايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب مناقشات ومداخلات عديدة مرت في مجملها على القطاع الخدمي في المملكة الاسكان الصحة وايضا قطاع البلديات الا ان الاهتمام بالذكاء الاصطناعي حظي بتفاعل بناء وبارز من قبل السادة الاعضاء والحكومة الموقرة يحيى العماري لمركز الاخبار تلفزيون البحرين